الأخصائيين والأخصائيات لدينا في الجمعية في خدمتكم لتقديم الإرشاد الأسري لا تترددوا في طلب الاستشارات والتوجيه والدعم الاجتماعي عبر الاتصال بالهاتف 9200-199-04 نحن بخدمتكم هذا تريفون يومي مجاني يا أميرة؟ طبعا ماذا تفعلون فيه؟ مثل ما قلنا إرشاد أسري ماذا تحتاج؟ نحن عندما تشتغل مع أشخاص تصل في مرحلة يتعرف أن واحد يصل عمره 15-20 سنة ما يعرف حقوقه ما يسجلونه في الموارد البشرية إن له لازم يروح يسجل لحقوق ينزل له مخصص مالي يخصي أجهزة معينة كراسي يحتاجها هذا أقل بالحق ما يعرفون وين نروح ما يدرون أن مراكز الرعاية النهارية ما تقدم خدمتها مجاني تقدمها الحكومة تدفع لهم إن هذا يجب أن يروح ويفتح التسجيل في تاريخ محدد ووقت محدد يجب أن تدخل واتخل بياناتك وتسجل في المركز الذي ترغب به لكي تصير الحكومة وتدفع لها هذه الأشياء بسيطة هذه الأمور الإجرائية التي تكلمين عليها ماذا سلسلتها وسهولتها بالنسبة لذوي الإعاقة بسيطة سهل لا 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 خدمات من أسهل ما يمكن بس يروح يتخذ مشكلتهم ما يعرفون والمشكلة يمكن أنا أرجع لقول من الولاء المفروض نحن هذا أنا طالبت في هذا المبادرة أن الواحد من ينولد شخصه وإعاقة يصير مثل جرس أحمر توريه الصحة المفروض هذا اللي نحن طلبنا في تسويه هذا الشيء أحمر يروح للوزارة يطلع وفد من الوزارة مختص للطفل هذا قبل ما يطلع للبيت يعلم خطة خمسية للطفل هذا وش يحتاج المفروض أن هذا طفلك كده وهذه الاحتماليات اللي بتصير وهذا اللي بي يحتاج يحتاج مواعد مستشفى كده يحتاج تسجلين في الموارد وتحتاج هالأشياء كل الأشياء اللي يحتاجها يعني لما يوصل خمس سنوات لازم يروح لمركز رعاية نهارية أو يحتاج تعليم يوجهونا هم يجلس في بيتهم بعد عشر سنين خمسة عشر سنة وش يسوي فيه راحة الأيام الذهبية ولا يمكن استدراك هذه لا يمكن شاء الله ما في شيء لكن فيه فرق شاسع بين كده من الصغر هذا هو هذه المبادرة والله رفعناها مع وزارة الصحة والموالد وإن شاء الله أنها تطبق بس بس الزمن الزمن لك حدود 25 سنة يا أميرة إلى الحين تكوني بس الزمن ما شو سوي الوزارات لازم تتحرك الملف ضايع بين الوزارات ما شو إن شاء الله نبنلقا طيب أبريكي تغريدة وبعدنا نتناقش فيها تأخذنا تيك تو ولا شلون لا أخذها كذا محمد عندك أوكي كذا لو أقع يلا هذه تغريدة من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الهيئة تم إطلاقها وتأسيسها بقرار سامي عام 2018 الظاهر صحة أو لا يا أميرة نهاية 39 أيوة نفس الجمعية سعيا إلى تحسين جودة حياتهم ومساواتهم مع بقية الأفراد وضعت المملكة أنظمة وتشريعات اهتمت برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز اندماجهم في المجتمع ورّونا الصورة طيب عندنا تقريبا حدود سبع أنظمة كلها تدخل يا أميرة تحت مضلة أنظمة وتشريعات تعزز حقوق ذوي الإعاقة هذه الجهة على وجه التحديد أنت كيف شايف أداها من لحظة تأسيسها حتى وقتنا الحالي نتكلم حدود سنتين ثلاث ثلاث سنتين ودخلنا الرابعة أنت كيف شايف هذا الموضوع؟ هناك شغل لكن يبغى لهم زيادة هناك شغل الحقيقة أنا أول ما سويت الجمعية سوينا الجمعية قررنا أن نريد أن نفعل شبكة التواصل لأن مثل ما قلت حقوق المعاق ضايع بين التعليم والصحة والموارد البشرية هم هذول اللي يرعون المعاق نحن تتكونا الجمعية قبلهم ولما أنشئت الهيئة فرحنا فيها حقيقة فرحنا فيها وصار بيننا وبينهم شراكة ما أقول لك لا يعني سوينا معهم شراكة صناعة بعيدة هم من الشعار ساعدونا فيه وهل حين بنك التوظيف هم سيساعدونا فيه بس لازال يعني شغل لازم يحتاج دفع حسب ما فهمت صح حيلي فهمي صح أم لا غلط هيئة رعاية والإعاقة هي المضلة الآن المعنية بكل صغيرة وكبيرة في ملف المعاقين المفروض أنها كده بس ولكن لا المفروض على أرض الواقع المفروض أنها هي الهيئة يرجع لها كل شيء ولكن الهيئة لا اللي شفنا لسه ما سويت ما مسكت ملف الإعاقة كامل ما مسكت تعيزين ما أدري عن هذا هذا الهيئة أنت شون تشوفين الموضوع ما تقدر تفسيرينها من خلال خبرتك ما أكتر في ملفات شائكة تطلب أنهم يدخلون فيها بشكل سريع وآجل لازم إذا كان معهم صلاحيات المفروض يتخدم فيها لأن ملف المفروض ملف المعاقب تحت ما ضلتهم لحالهم مو أروح للصحة وروح للتعليم وروح للموارد البشرية المفروض هم وليس يصير الهيئة هي المسؤولة الأول والأخير للمعاقب